عبر الهاتف لمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار دكتور هشام في البداية برحب بحضرتك على شاشة أكستر نيوز اقتصاد متباطئ يأتي مع تقلص النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي الكثير من الدول الأوروبية بدأت بالفعل في اتخاذ الكثير من الحزم لدعم محدودي لربما الدخل في أوروبا أين نرى اقتصاديا دكتور هشام ما يحدث في منطقة اليورو وماذا نتوقع للاقتصاد الأوروبي واقتصاد منطقة اليورو تحديدا مع التطورات التي تشهدها الساحة مساء الخير في البداية تحياتي الحركة والاستاذ المشاريع هو بالتأكيد في ظل عدم استقرار وعدم موضوع رؤية للوضع الاقتصادي العالمي خلال مش هولي السنوات لكن خلال الأشهر القادمة بالتأكيد ده بيسع من مؤامل مخاطر وطالما أنه مؤامل مخاطر متفعة هيظل حالة التراب والتزبزب اللي بنشهدها في كل الأسواق أسواق العملات أسواق السلع أسواق الطاقة أسواق الدهب أسواق المعادد كل هذه الأسواق مؤكد أنه حالة التراب تنعكس عليها وبالتالي ده مؤشر على أنه الاقتصاد العالمي يتجه لتحقيق ركود وكساد لأنه ما فيش ممكن أي استمرارات توضع في أي من الأسواق العشاد إليها طالما أنه حالة التراب ما زالت مستمع وهو الحقيقة المبعث على الشحن الاقتصادي هو الشحن السياسي الشحن الأسكا يعني استلميح أو قرار بوتين ريس الروسي باستدعاء قوات الاحتياط والتلميح لإستخدام قوة الدمار الشامل ومزيد من ربض الفئة للقوة من جانب الولايات المتحدة أمريكية ودولة التحرق وبالتأكيد كل ده بيعني مزيد من التصعيد السياسي والأمني والعسكي والاستراتيجي وده بينعكس بكل تأكيد بمزيد من الأسواق السلبية على الوضع الأقصاد وبالتالي يمكن حالة الاتراب اللي احنا بنعيشها في الوقت الحالي واقترابنا بشدة من انتخول لي مرحلة ركود وكساد واللي هي يعني ببساطة فقد لي الوظائف انخفاض لمستهات الدخول اتفاع لي معدلات الفقد في معظم دول العالم نحن نتجه لي وضع اقصادي صعب للغاية وتصاونه المشهد السياسي والوضع السياسي هو اللي بيؤسس بكل تأكيد على هذا العمل طيب دكتور وشام يعني خلينا اتفضل اتفضل يا دكتور اتأكد انه اذا لم يتمح الحالة الموقف السياسي هيظل الموقف الاقصادي يتجه لمزيد من التراب طيب دكتور يعني ما حدث في اقتصاد الكثير من دول الاوروبية واقتصادات العالم بشكل كبير يعني يمكن ده سيناريو خلينا نقول ان هو ممكن يكون متكرر بعد ما حدث جراء ازمة فيروس كورونا حدود الاختلاف يا دكتور يعني يمكن نقول ان اقتصادات الدول الاوروبية بدأت بعد ازمة كورونا بالكثير من التدابير يمكن بعمل جماعي ان هي تستفيق لو اجازنا استخدام هذا التعبير هل الوضع الان وما يمر به اقتصادات دول العالم الان مشابه لما حدث اثناء فيروس كورونا ام الوضع الان اسوأ والدول الاوروبية واقتصادات العالم هتاخد وقت اطول حتى تعود من جديد وتستفيق كما حدث في سيناريو كورونا بالتأكيد الوضع عشوة وخليني اضيف انه كمان الاسوأ لم يأتي بعد لانه في حال جاية كورونا كان هناك الحقيقة حالة او طرجة من النية خالصة نحو التقارب لبواجهة عدو واحد وهو الفايروس لكن نحن حاليا الحقيقة اتصاوي ان المجتمع الدولي في حالة تناحر غير عدية والمجتمع الدولي بينشق نصفين او اكثر ومزيد من التقارب والاستقطاب فيما بين بعض الدول وحالة من النفوذ والعداء فيما بين دول اخرى وبالتالي ده كله بيجعل حالة عدم اليقين متفع للغاية ومعامل المخاطب متفع وفي ظل جاية كورونا كان تقريبا يمكن الوصول لتوافق فيما بين معظم دول العالم لكن في الوضع الحالي ما فيش توفق بل على الاركس فيه حالة من التناحر فيه حالة من الاستقطاب وفيه الحقيقة العديد من دول العالم لا تبتغي ان تذب الى هذا المحوض او ذاك وده الحقيقة بيقلق مشهد اقتصادي صعب للغاية لكن هو للأسف الشديد الحالة الوحيدة اللي احنا هنتفق عليها انه الكل خسد والكل بيدفع كلفة كبيرة جدا بما فيها يمكن الاعلى هو كلفة اللي بيدفع دول الاتحاد الوروبي بتطور موقفهم صعب للغاية بين مقارنة يمكن مع الوقت بتاع امريكا لانه يمكن اللي بيدفع الدفع هي الوقت بتاع امريكا لكن اللي بيدفع التمن الاكبر في الكلفة الاقتصادية في مواجهة روسيا ومن معها هو بالتأكيد دول الاتحاد الوروبي واتصور انه موقف اقتصادات دول الاتحاد الوروبي توفى يشهد انخفاضات كبيرة وعنيفة واضطرابات اقتصادية كبيرة للغاية خلال مش هقول السنوات القادمة لكن خلال العشوى القادمة وبالتالي اذا ما كنا نعول على وضع اقتصادي علامي يتسم بهدوء واستقرار وفي انسيابية في حركة تدفق روسي الاموال وانسيابية في حركة تدفق التجارة الدولية هذا لا يمكن ان يحدث في ظل الترباط بيشهد المجتمع الدولي على المستوى السياسي والعسكري وبالتالي اتصور انه ما زال المشهد ينزل بمزيد من مش بس الخسائل لكن العواقب الاقتصادية الوخيمة على المجتمع الدولي ككل وحيظل المخرج الوحيد انه يكون فيه نواية خلصة فيه ما بين الدول الاقتصادية الكبرى على وجه التحديد الواتف الامريكية وتصل الى مرحلة من الهدوء في التعامل مع الموقف او الازمة المشهلة داخل اوكرانيا لانه مزيد من التصعيد او التلويح بالتصعيد بيواجهه على الجانب الاخر مزيد من التشدد ومزيد من الخندقة في موقف العداء يعني اعني تحديدا روسيا اللي مزادت الحياة بتتعامل بمزيد من العداء مع الغرب وبالتالي هذا لا ينزد ان يكون هناك فيه هدوء خلال المرحلة القادمة وبالتالي الاسود على المصدر يمكن حضرتك دكتور ريشان دولتي فنت خلينا نقول التحديات اللي بتواجهها الكثير من الدول الاوروبية وبتواجه الدول الاوروبية بشكل عام سؤال حضرتك متعلق بهل الموقف او هل ما يحدث الان يعني او وجود خطة بديلة بيحتاج لتكاتف يعني الخروج من هذه الازمة لن يأتي الا بتكاتف جميع الدول الاوروبية ان هي تساند بعضها ام الموضوع يبقى متعلق بكل دولة اوروبية او كل دولة تنشغل بمشكلتها بشكل داخلي ويعني اقتصادها يقوم بشكل داخلي بشكل محلي في الاولي ممكن احنا ابتدينا دلوقتي من يتابع المشهد في الكثير من الدول فيه مطالبات لحتى خروج بعض الدول من الاتحاد الاوروبي هل العمل الجماعي هو خلينا نقول الخطة البديلة اللي ممكن تخرج دول الاتحاد الاوروبي من عنق الزجاجة ام يعني التشبس والتمسك بالخروج والتعامل كل دولة على حده التكامل او التوافق حول المشهد او موقف اقتصادي واحد لن يغنينا عن انه الوضع الكريسي اللي احنا فيه يجب ان نتوقف المعزلة السياسية اللي بتاعة المستوى الدولي يجب ان تتوقف بداية ثم نتحدث فيه ما بعد الحديث اللي حاجة بتشيئ لي انه يحدث توافق وتكامل وتقارب لكن اذا ما استمر الموقف السياسي على ما هو عليه الان والتصعيد والتصعيد المضاد والعقوبات والعقوبات المضادة هيظل اي حلول اقتصادية تقدم بمزيد من التوافق او التكامل فيما بدين الدول لن يؤتي سموله بشكل كبير لانه الاسرار السلبية للتناحل السياسي والعسكري اكبر بكتير من اي نتاجي الجباية اقتصادية يمكن ان تتحقق اذا ما حدث التوافق او التكامل اللي حاجة بتشيئ لي وبالتالي نقطة البداية انه المهزلة السياسية الموجودة يجب ان تتوقف يعني الامر مرهون بانتهاء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا بس برضو دكتور رشام خلينا نكون او نتوقع ايه اللي ممكن يحدث في الايام القادمة يعني اللي بيتابع برضو ما يحدث على ارض الوقع في اوكرانيا ما بنتوقعش ان هناك صقف زمني لانتهاء هذه العملية لا بالعكس زي محضرتك بدأت بكلمك ان الوضع بيتفاقم وبيزداد يوم بعد يوم يعني المطلوب دلوقتي حلول وقعية وحلول سريعة لانقاذ اقتصادات هذه الدول هل اقتصادات الدول الاوروبية تمتلك رفاهية ان هي تلعب على وضع حلول بعيدة الامد؟ بداية الازمة اكبر بكثير من مجادة الامد المشتغل داخل الاوكراني يعني انا لا اتحدث فقط عن الازمة المشتغل داخل الاوكراني اتحدث عن المشهد السياسي الدولي لانه فيه بعض الخطوات اللي تمت على عرض الواقع خلال الهاشة وماضية اللي تقولي المسألة اكبر من مجادة الازمة الاوكرانية يعني الدخول طيوان على الخط ومحاولة الشراك مع الصين بيضيف لي الازمة بوعدا جديد اضافة السويد وفنلندا لحلف الناتو بالتأكيد بيضيف للازمة بوعدا جديد تلميح الولايات المتحدة او دول الاتحاد الاوروبي انه لن نتوقف او لن نكتفي فقط بالاسلحة قصيرة ومتوسطة بل يمكن ان نفكر فيه الاسلحة بعيدة المدى وهو ده اللي هي جعل لروسيا تلجأ الى عبارات اشد بالتلميح لاستخدام القوى النووي واستخدام قوات الحياة كل ده مزيد من التصعيد على المستوى السياسي والعسكري وبالتالي انا لا اتحدث فقط عن الازمة الاوكرانية لكن انا نتحدث عن التصعيد السياسي اللي بيحدث وهتصور هو ده كلمة السيد فيه مزيد من التناحض اللي بينعكس سلبيا على المشهد الاقصادي وبالتالي نقطة البداية انه التصعيد اللي بيتم على المستوى السياسي يجب ان اتعقل ثم فيما بعد كخطوة تالية نتحدث عن التكامل التوافق ايجاد حلول للمشاكل الاقصادي نعم انا بشكر حضرتك في الحياة جزيل الشكر دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار شكرا جزيلا لحضرتك